وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية أولا التباحث مع الجانب التونسي في شان مشروع مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية ثانيا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق ثالثا الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأربع رابعا تعيين الدكتور وليد بن أحمد الشلفان والدكتور عبدالله بن فيصل أسباعي والدكتور طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز خامسا الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية تملكها كاملة المؤسسة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية سادسا اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عام مالي سابق سابعا الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ثامنا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخمسة عشر والربعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية علي بن حسين العواجي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخمسة عشر بوزارة الحرس الوطني اثنان ترقية عبد المحسن بن هديب الهديب إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخمسة عشر بوزارة الحرس الوطني ثلاثة ترقية حمود بن عبد الله آل خضير إلى وظيفة مستشار لشؤون المواطنين بالمرتبة الخمسة عشر بوزارة الحرس الوطني اربعة ترقية سامي بن ابراهيم الشلفان إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخمسة عشر بوزارة الحرس الوطني خمسة ترقية فهد بن إبراهيم المجلي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر بالنيابة العامة ستة ترقية حبيب بن محمد سباء إلى وظيفة وكيل الأمار المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الخامسة عشر بإمارة منطقة الجوف سبعة ترقية عبدالله بن صلال العصيمي إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني ثمانية ترقية محمد بن عبدالله السلام إلى وظيفة مدير عام المعلومات بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني تسعة ترقية عبد المحسن بن عبدالعزيز المحرج إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والدخيرة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني عشرة ترقية إبراهيم بن راشد الحميضي إلى وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الخدمة المدنية وطلع مجلس الوزراء على عدد من المضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى